هل بقى نبدأ ونخشف المهم لأنه عندنا كلام كتير جداً وعندنا كمان مواتشات مهمة هذا الأسبوع النهاردة مواجهة فيوتشر طبعاً ويوم الأربع المؤولون والأهلي خلينا نقول بيكمل مشواره اللي صدرت الدوري وده شيء أعتقد كلنا سعداء بيه والفوز كمان المتواصل اللي بيحصل على الأرض اللي كلنا برضو أكيد متشرفين وسعداء وفخورين إن الأداء ده بيجي من نادي الأهلي حتى وإن كان هناك ضغط مباريات حتى وإن كان هناك عكسات زي ما كريم دايماً بيحب يقول حتى لو كان هناك بعض الأفعال اللي عليها علامات استفهام خاصة بالتحكيمة وغيره مش موضوعنا الحمد لله وصلنا للنقطة 68 بعد الفوز على البنج الأهلي كان يوم القميس ماتش كان قوي جداً ولازم هنا نقف شوية برضو مع الماتش ده وليه؟ هنقف لأن الأهلي وده الغريب فيه حاجات كتير مهمة جداً أولاً أصبح الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في الدوري ده النادي الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في الدوري ده وفقاً للإحصائيات والأرقام يعني دي كانت كمان المباراة التمنى على التوالي وال19 هذا الموسم اللي بيخرج فيها النادي الأهلي بالشباكه زي ما بتقال نظيفة وده أكيد ليه معاني كبيرة جداً لو أنت تكلمت هتلاقي عدة أسباب يا كريم هتلاقي ممكن نتكلم عن حراسة المرمى اللي عندك مستواهم أكثر من رائع دلوقتي الدفاع كمان عندك قوي جداً وفيه انسجام كمان بين اللاعبين كامستري بين اللاعبين قوية تناغم أثناء اللعب كبير جداً شوفنا كمان التمريرات السريعة ودي برضو لازم نقف عندها شوية وه هي أن فكرة لعبتك ما عندهمش أنانية في اللاعب بالعكس كمان التمريرات السريعة بتخلي الفريق كمان المنافس في حالة تشتت وده اللي حصل وده اللي شوفناه كمان لعبتك بيلعبه وهم مرتاحين جداً تقدر أن أنت من خلال برضو يعني أو من خلالها أن أنت تضغط على المنافس بشكل كبير وبالتالي كمان فرصتك في التسجيل بتكون أكبر على كل حال أو عموماً خلينا نقول مطش مهم كان جداً واللي جاي برضو عندنا مطشات مهمة جداً لازم نأمن نفسنا يا كريم بعد كمان يعني النقاط أو بعد وعدد نقاط نقدر نضمن بيه بإذن الله لقب الدوري ولو أن الحد الدولياتي برضو إحنا ضامنينه خلينا نقولها بهذا الشكل بلغة الأرقام مش مش تهيئات أو يعني آراء شخصية لأنت بتتكلم بلغة الأرقام لكن أكيد برضو وهم جداً نحن نحافظ على المستوى ده فيه أو هذا المستوى فيه المطشات كمان القادمة والنقاط بتاعتنا ده فرشور يعني وعلى ذكر لغة الأرقام برضو من الحاجات المهمة في مباراة الأهلي والبنك الأهلي أن الأهلي كده بيكمل 32 مباراة محلية هذا المو موسم بدون أي هزيمة في كل البطولات اللي شارك فيها حقق لغاية النهاردة 27 فوز و5 تعادلات سجل 61 هدف وعليه 10 أهداف الأهلي في آخر 19 مباراة في كل البطولات سواء محلياً أو أفريقياً حقق 17 فوز و2 تعادل وبدون أي هزيمة ولو اتكلمنا عن فنيات المطش ده بالتحديد حلا إن الأهلي تقريباً كان مسيطر على مجريات المباراة بالكامل تقدم علي معلول للنادي الأهلي بالهدف الأول في الديه 18 من ركلة حرة سددها بمهارة واقتدار كان جون عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة وأضاف بعدها أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الديه 30 وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ختم طبعاً محمود كهربا ثلاثية النادي الأهلي كمان تقلق خلال هذه المباراة مروان عطية اللي فاز بجائزة اللاعب أو أفضل لعب في هذا اللقاء والحقيقة شوفنا من خلال المنشطة يعني عمل جيم حلو قوي الحقيقة مروان